كل الزرع اذا كان مزروع بالمناخ المليم لالوود تبعنا الشروط اللازمة مش مفروض يموت هايدي التماطم هون بلشت زراعتها من البذور وهلقات صار حجمة تقريبا حوالي 10 سنتيمتر بعد ان نقلتهم على الترب وهايدي اول مرحلة من بعد ما ننكش الارض ونتلمها ونعملها خطوط بنحط سباد اكيد نقوى النبتة منشتلهم ومنصير نسقيهم دايما اول فترة يوم اي يوم لا واذا فيه مناخ شاب كتير لازم كل يوم وقلب بيباسه وبيموته وبس يكبره شوية صغيرة وطلعت الجزور بالتربة مثل هوق مثلا فينا كل 3-4 يام نصق مرة بس بيموت الزرع اذا ضربته الامراض ونحنا ماهتمانا فيه بلشنا نحس على البندورة فيها خطوط فيها الوان فيها هيك مثل دودة خياطة لازم الرشون ضروري وقلب بيباسه وبيموته فلازم اول فترة من بعد الزرع ما يعطشوا نسقيهم دايما تكنت لقطة الجزور بالارض وكل فترة نرشن للامراض دولت توتا لدودة الخياطة للبياض اما البندورة بس يصير فيها زهر هيك لازم نعطشها لتاقد وتصير سمار مش تهر الزهرة اذا التأس معتدل بنصقيها مرة كل اسبوع تقريبا اذا شاب كتير مرة كل 4-5 ديام اذا متل عنا هون بالجبل تأس معتدل ميل على البرودي انا بصقي اسبوع ايه اسبوع لا تتاقد استمار واكيد اهم شي ما بدنا ننسى انه كل الفترة لازم الرش للامراض تنحميونه ما يموته اشتركوا في القناة